سادة حسين صبري نعم تواصلنا وياه يوم امس بمسيجات باتصالات ما رد عليها الى ان اليوم تم الاتصال على رقمه شخصي فطريقة ردة انه اني باجتماع باجتماع لدي تصلون بعض وكذا واني باجتماعهم ويعني المفروض احنا كقنوات نتعامل مع السادة المسؤولين اللي يحب يطلعون ويانا بتصريحات او يفيدون بشي او انت موقع على كتاب الان هو الشغل الشاغل اما هاي مسألة شون ابو الممثلية يدز عليه وزير التربية يقول لها مالاقليم يقول لاني عدي خطار ما قدر اجي لو احنا نتصل بي ميريد لو موضوع حمو فاتحي السيد الوكيل حسب ما عرفنا هو مرشح عن التيار الصدري سيد التيار وسيد الصدر استوصوا بالناس خير وتركوا العملية السياسية دعما للاصلاح وبغضا بالفاسدين وحكومة مثل ما يسميها سيد الصدر حكومة بني العباس الان اللي حضرتك الان تشغل جزء بها كوكيل فني كنا نتمنى ان يكون تعاون اكثر منك سعة الصدر اكثر طريقة رد مناسبة مثل ما الكل يتبنون هذا تصديك لهذا المنصب كوكيل فني وتوقيعك على مثل هذا الكتاب فانت تدخل في خطية تسعة وستين الف طالب اهاليهم من البرحة لليوم حلقهم يابس زيان من صدر هذا الكتاب اللي حضرتك وموقع عليه لحد الان فاتمنى من حضرتك انه تعاود مرة ثانية الاتصال بقسم العلاقات اللي عندنا وتكون على قدر هذا الموضوع هو الان حاليا الموجود بالممثلية نعم لي انه هو جاي ينفذ هذا القرار حسب ما سمعت فاذا موجودت باربيل كان المفروض انه على الاقل تزودنا بمعلومة عن هذا الموضوع اطمن اهالي الطلب الموجودين بما انه انت موجود الان بالممثلية ما اعرف جاي تنفذ هذا الموضوع او جاي يتناقشه نتمنى ان يكون المانع خير وتتصلك هذه الرسالة من عندنا ولكل من يتصدى لهذه المناصب يكون صدره رحب ويستمع للانتقادات وربما الاجابة الطيبة اللي ممكن ان تسجل اليك كنت كوكيل فني وموقع على هذا الكتاب بان تطمئن هذه الاعداد من المواطنين